بناء على ما تقوله اليوم في تصاريح من مسؤولين إيرانيين أبرزهم طبعا خامناء الاتفاق الإيراني السعودي يعتبر بداية المرحلة ما بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط مستشار خامناء الاتفاق الإيراني السعودي يعتبر زلزالا بالساحة السياسية وينهي السلطة الأمريكية بالمنطقة وما ستشهده المنطقة بعد الاتفاق سيكون مختلفا بناء على اللي عم تتفضل فيه حددتك منهم من يرى بأنه هذه مرحلة جديدة تفتح الصين بالمنطقة بنفوذ جديد على المنطقة في نفوذ روسي في نفوذها اللقصيني بدأ واضح برعاية هذا الاتفاق وكأنه اليوم مرحلة النفوذ الأمريكي ودور الأمريكي بالبلد بلبنان والمنطقة نحن هلأ بدنا نحكي شوي عن لبنان بطبيعة الحال هو ينسحب ويزول برأيك هو فعلا يزول ولا رح يصير فيه شراكة مثل الشراكة الأمريكية الروسية مثلا بسوريا أنا بأعتقد هالموضوع بنا نتعاطى معه بعقل بارد شوي بفهم أنا التصريحات الإيرانية وغير الإيرانية فيما يعني ولبنانية اعتبار أنه هذا الموضوع هو تحول كبير في مسألة الحضور أو النفوذ الأمريكي في المنطقة وهذا أمر مفهوم بالسياسي وبالدعاية السياسية إنما ليش عم نصور الأمور مش عم بحكي عن الجانب الإيراني أنا عم بحكي بشكل عام ما فينا نصور الأمور بصيغة أنه ما حصل أو ما قامت به الصين من رعاية لهذا الاتفاق هو ضد أمريكا أو هو رح يوظفه الصيني ضد الأمريكان أنا برأيي رح يوظفه لأجل مصالحه ما بالضرورة يكون يوظفه بالسياسي ضد النفوذ والحضور الأمريكي بالمنطقة لأنه في شواهد كثيرة عن العلاقات الصينية الأمريكية المتداخلة بشكل كبير جدا في كتير الدول العالم على المستوى الاقتصادي وفي مصالح وفي ديون كبيرة للصين عند الأمريكان يعني في تدخلات كبيرة لما بدنا نحط الأمور في سياق أن الصين أخرجت الولايات المتحدة الأمريكية من دول المنطقة أو من كل المنطقة أو من الشرق الأوسط بعد ما زال عندها أمكانيات برجع بقول بنا نفكر أو نتعاطى بدقة وبهدوء وبعقل بارد وحذر مع هذا المعطى حتى نشوف ردود الفعل ما ننسى بعد في أوروبا في أمريكا طبعا الروسي اليوم بسبب الواقع الاستنزاف الذي يعيشه بأوكرانيا بأتقد ضعفة حركته على مساحة العالم بشكل كبير يعني بعد ما كان بلشنا نحس بفترة ما أن هناك عودة بشكل ما إلى القطبين وليس للقطب الواحد اللي بتشكله الولايات المتحدة الأمريكية لا شك اليوم الصيني تقدم ليكون قطبا اقتصاديا كبيرا من خلال دخوله على مصادر الطاقة الأهم والأكبر في العالم واللي هي موجودة في منطقتنا كنت عم تقول أنه برأيك اليوم النفوذ الأمريكي يتراجع من منطقة الخليج وكرمل هيك فتح المجال إذا بدك لقمة عقدة يعني جاء الرئيس الصيني على الخليج وصار في قمة مع دول الخليج ولكن النفوذ الأمريكي هو اليوم يركز نفسه بمنطقتنا في لبنان والعراق والمنطقة خلنا نحكي شو بهذا الموضوع خلنا نحكي إذا بدك كيف رح يكون تداعيات الاتفاق هذا الاتفاق عودت لعلاقات دبلوماسية بين المملكة وإيران اللي هن دول نافذة في لبنان بطبيعة الحال عندها قرارة عندها كلمتها بلبنان والنفوذ الأمريكي اللي هو أيضا نافذة في لبنان كيف سيكون انعكاس هذا الاتفاق على الواقع اللبناني بدءا من الانتخابات الرئاسية لأنه أنا ويجيك عم نسمع من مبارح ومن يعني كنا مع حضرتك أخذنا منك هيك حديث صغير لنشرة الأخبار من يومين دعايت في العدم الاستعجال بالخلاصات لمصلحة أي من المرشحين لأنه اليوم بدأ الكلام يقول بأنه السعودية مثلا من وراء هذا الاتفاق مع إيران ممكن أنه تستحصل على ما تريده في اليمن وأن يعني بتقدم بلبنان بتقدم بلبنان تنازلات شو رأيك؟ أنا أولا بس بدي برجع ركز على نقطة ليش عم بحكي عن أنه ليس بالضرورة أن يكون الرعاية الصينية لهذا الاتفاق أن يكون بشكل مباشر موجها ضد الولايات المتحدة الأمريكية ما ننسى الصين عنده مصالح اقتصادية كبرى في تلك المنطقة إنما ما عنده قواعد عسكرية ما عنده وجود عسكري مباشر وما عنده نفوذ سياسي مباشر مع دول المنطقة تحديدا دول الخليج العربي وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عنده قواعد عسكرية في كل دول المنطقة تقريبا نحكي عن الخليج إضافة إلى الأردن عنده بالعراق وعنده في جزء من سوريا عدا عن علاقتها بتركيا وغيرها وبلبنان موجودة كمان بقوة على المستوى السياسي لذلك ليش قلت أنا أن التركيز كمان موجود هون أكتر لأنه هون يعني ساحة الصراع السياسي المباشر بالفترة الأخيرة صارت بين أمريكا وإيران بهذه المنطقة